خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تتجلى أفضل ليالي للعبادة والعمل الصالح تعتبر هذه الفترة مميزة بفضل قربها من ليلة القدر التي يقال إنها خير من ألف شهر في هذه الأيام الكريمة يتفان المسلمون في أداء الطاعات والصلوات سيعا للليل رضى الله وتحقيق القرب منه شهر العشر الأواخر من رمضان لما ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما ذكرت العشر الأواخر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم صورته بصورة عجيبة فقالت إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وإيقظ أهله ثلاث أمور شد مئزره قالوا كناية عن ترك الجماع وقيل كناية عن الاجتهاد في العبادة في الليالي العشر الأواخر وكذلك أيقظ أهله كثير من الناس يغفرون من هذا الجانب أن يوقظ أهله أبنائه وبناته وإنساءه في الاجتهاد في عشر الأواخر والحث عليه وإنما هو يعتكف بنفسه في المسجد وينسى أهله كثير من الناس ينسى أهله وأولاده وهذه تربية إيمانية لا توجد إلا في شهر رمضان ولا توجد إلا في العشر الأواخر من رمضان فينبغي على المسلم أن يحث أهله وأهل بيته وكذلك جيرانه ومن تحت رعايته في هذا الشهر المبارك وأحيا ليله أنه كان يستيقظ في الليل ويقوم الليل كثيرا لا ينوم من الليل إلا قليلا عليه الصلاة والسلام وهذا ينبغي أن يكون دائبنا كذلك نحن المسلمين اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان رقم في رسول الله أسوة حسنة إن العشر الأواخر من شهر رمضان تشكل فرصة ثمينة لتجديد الأحتماء الله وتحقيق التوبة والاستقفار في هذه الأيام المباركة يتسابق المؤمنون في القيام بالأعمال الصالحة وزيادة العبادات على أمل أن يكونوا من المحظوظين الذين ينير الله قلوبهم ويقفر لهم ذنوبهم شهر رمضان مبارخ شهر التلاحم وشهر التراحم كما ذكرت وما صلفت ولهذا ينبغي على المسلمين أن يتفقد بعضهم بعدا ويكون سهر سخاء فرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون أجود من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل كذلك وخاصة في عشر الأواخر من رمضان فينبغي أن يكون لنا قدوة عليه الصلاة والسلام فالإفطار ليس هو شعار فقط يكون في الشوارع وإنما هو عبادة ينبغي على المسلمين أن يعتقدوا بأنهم عبادة وأنه ينبغي أن يستدركوا تماما ويعلموا أنهم يأخذون أجر من فطروا من المسلمين إذا كان الذي فطرته كان أجر صيامه كاملا فأخذوا أجره كاملا أنت كذلك وكذلك عندما يكون في مكان عام مثلا في ساحة المسجد أو في رحبة البيت أو في الشارع يأكل معك الفقير وذو الحاجة والمسافر ومن لم يكن عنده زاد فينبغي على المسلمين أن يحرسوا على مثل هذه الأشياء لذا يجب على كل مسلم أن يستمر هذه الفترة بشكل يسعده ويرضبه من خلال اجتناب المعاصي وزيادة الطاعات والتضرع إلى الله بالدعاء والتوبة فينبغي على المسلمين أن يكون مثالا في السخاء والكرم اقتيادا برسول صلى الله عليه وسلم مبارك شهر رمضان ينبغي على المسلم أن يقتدي برسول الله سلم وكما جاء في الحديث أنه كان أجود من الريح المرسلة الريح المرسلة التي تدخل في كل مكان لا ترك مكانا إلا ودخلته وكذلك المسلم ينبغي أن يساهم في جميع مجالات الخير بيطعام المساكين والفقراء وكذلك الأيتام وتفقد الجيران وتفطير الصائم فينبغي أن يكون له مساهمة في كل مجال وفي كل باب فينبغي على المسلم كذلك أن يحرس على الصدقة الخفية في شهر رمضان كما يفطر الصائمين كذلك يحرس على الصدقة الخفية مثل الإنفاق على الأرامل التي تكون في البيت النساء التي يلتز من البيت ولا يخرجون على الشوارع وكذلك الفقراء العفيفين الأسر العفيفة المتعففة التي لا تسأل الناس إلحافا وهؤلاء ينبغي أن ندخل عليهم بيوتهم وأن يعطون في بيوتهم كذلك وكذلك طلاب المراكز والحلقات ينبغي أن يتفقدوا في هذا الشهر المبارك وطلاب تحفظ القرآن الكريم وكذلك إعطاء إمة المساجد فالمسلمين ينبغي أن يعلموا أن هذه هي مجالاتهم التي ينفقونها وهي مجالات السباق التي يسبقون فيها على أبواب الجنان موسيقى